جددت سعادة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة التأكيد على التزام مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية لاستثمار قدرة المرأة ومجتمعاتها تنمويا لما يمكنها من التكيف مع تغير المناخ والمخاطر البيئية والكوارث وفي كلمتها أمام اجتماعات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك أكدت الأنصاري على أهمية إدماج احتياجات المرأة على الصعيد العالمي في القضايا البيئية والمتعلقة بالمناخ ومواجهة الكوارث مشددة على ضرورة أن تكون للمرأة مشاركة فاعلة في إعداد وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج المراعية لذلك وقالت الأنصاري أن مملكة البحرين تعمل على دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال عدد من المبادرات مؤكدة أن المرأة البحرينية تثابر وبكل جدية لتكون عنصرا فاعلا ومساهما في التنمية الوطنية معربة عن ترحيب المملكة بالمشاركة الدولية الواسعة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وفي سياق آخر أوضحت الأنصاري أن مملكة البحرين تعمل وبكل جدية على تعزيز شركات مواجهة الأخطار والتحديات البيئية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للجميع مشيرة إلى ما تبديه سياسات مملكة البحرين من التزام بمساندة الجهود الدولية الرامية لتحجيم آثار تغير المناخ وتداعياته حيث أعلنت مؤخرا عن استهداف الوصول للحياد الصفري في العام الفين وستين بالإضافة إلى مبادرة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بإطلاق حملة وطنية للتشجير تحت عنوان دمت خضراء شكرا